فكأنها كانت يعني تحضر الشي هذا و مرة أخرى يعني عمي العدو على هذه الأشرطة أنا لم أجاز في يوم أنما أنا سأتكلم بعد الحرب و سإن شاء الله حصة كاملة ستخصص للأغبياء هذو ما الجيش الجيش الصهيوني الغبي لأنه أخطاع نشوف فيها مش بيدائية أخطاع تفسر الهزيمة أخطاع مش من كل يبش نقولها اليوم ليش لأني لو نقولها سيتم إصلاح لكن أخطاع بيدائية لا يقترفها الضابط المستجد وسنتكلم عنها بإطناب بالصورة والصوت وسأثبت للعالم العربي والعالم الإسلامي لماذا نهزمه لأن الأخطاع العسكرية لا ترحم لما أنت عندك علم عسكري وعندك طريقة عمل ثم أنك أنت تخفل عليها أو ما تنفذيش كمان بغي تكون نتيجة صادمة وإن شاء الله توقتها نرجع ونقوله على الأخطاع التي شفتها وليقعد نشوفها يوميا على فكرة إعلاميا يمكن أن نفهم من الفيديو هذا اللي نشرته كتائب القسام ولكن كما قلت أنت نشرة سابقا ولكن أعادت نشره كتائب القسام عند أقل من 24 ساعة ممكن هذا في إجابة على وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت لن تقف هذه الحرب إلا بتسليم كتائب القسام لأسلحتها فكانت الإجابة نحن نصنعوا هذه الأسلحة وأنا مصانع رأوا نصنعوا فيها في الأسلحة مش عنا عدد معين متاع أسلحة نسلمهم وانتهت القسام موقع بل كانوا اجتفاف حماس توا يكتفوا بأنه حماس تقول لقد أوقفت القتال أو شو معناه؟ معناها جي قوات أو بش نفسروا لسادة المواطنين ما معناها الحديث هذا معناها جي قوات دولية وتستلم سلاح الأسلحة متاعها المقاومة الباسلة معناها بش نجيبوا إحنا معناها ديكاسكوبلو قبة عزة القائنة الضباط محايدين يدخلوا الغزة ويأخذوا السلاح متاع المقاومة الباسلة هم يحلمون هذا لما تكون المقاومة انهزمت لقدر الله وقتها ممكن نتحدث على العملية هذه يعني لكن هذا يدل على شيئين أولا أن الأمريكي في حرج من قتل المدنيين وتواصل قتل المدنيين من جهة وتواصل القدرة القتالية لحماس يعني شفت ونجاو بين المطرقة والسندان الحل شنوه أنه يرمي سنعلا ربما يحاول يقول بلكش يوافقه لكن أنا يوم ما رفعت أصبعي وقلتها ممكن شهر ونصف وثلاثين من الأول نبدينا قلت لا تطلقوا لا تطلقوا جند أسيرا واحدا إلا إذا معناها جنحوا إلى يعني القضايا الأم يعني طبيض السجون وإيقاف الحرب ومصير الدولة الفلسطينية وهذه اللي يماشيين فيه كما ينبغي وقلت كلمة هاميسة ونرجعو لها تول توحدت جميع الفصال ربما ما يفهم ليش معنا توحدت يقصدوا مش لي في غزة بركرة والجماعة لي في ناحية عباس والبقية الموجودين في الظفة كلهم معناها الآن ويطالبون بإيقالة هذه عباس ويعني شفت الضغط اللي قاعد يسير في الظفة وجميع المخيمات الآن فيها تتحرك واجتياحات ويعني اعتقالات وقتل لأنه الإسرائيلي يخاف من أن تندلع يعني جبأ أخرى مثل غزة وقتها يعني بشتولي مشكلة كبيرة لها الجيش الوهن العصابة الصيونية هذه المسلحة يعني وأظن أن ماشيين في الاتجاه ذا يا رب ماشيين في الاتجاه أنه جسما أنا سؤالي سيد العميد الفصائل الفلسطينية تعلن عن قرار وطني موحد كما قلنا لا يسا فقط تبادل الأسرة إلا بعد وقف شامل للعدوين على غزة من جهتها مثلا إسبانيا تدعو للاعتراف بدولة فلسطين فرنسا تدعو لهدن بغزة الولايات المتحدة الأمريكية بين أخذ ورد وتحاول أن يقع الحديث عن هدن بين هذا وذلك ماذا سيقع في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة سيد العميد السموت 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 وتعرف وإنه يضغط إلى حد العرب مع الأسف شديد العرب الذين إلى حد الآن مش حتى لم يضغطوا لا صمتوا صمتا مريبا في الحقيقة أنا لا أشرف يعني لما لما يتكلموا في القانوات عندهم خبراء في الدول العربية يستمعوا الحديث الدائر يعني في البلاتويت وفي الحوارات رأوا ينادون باحتلالكم رأوا أصبحوا الآن قال لك الصدمة هذه متاع نهار 7 أكتوبر لا الآن يكفي لابد من إنجاز العمل شو أنا إنجاز العمل يعني نكمل كاملوا العمل ونشتاحوا البقية كل ونفاول المسألة هذه متاع الدولة الكبرى وننتهي من الموضوع تقعدوا هكذا بالتقصيد ما سعدش أنا الصمت المريب أقلقني ولم عد أفهم شو هذا يعني الضغط حتى البلدان التي كانت توسان إسرائيل إسناد مطلقا بريطانيا بجيبت نوعا ما حتى ولو أنا فرنسا اليوم فرنسا لكل الناس يعني ليش يخافوا لا يتقيدوا عليهم الإبادة لأن الإبادة هذه رأي ستتسجل يوما ما والتاريخ لا يرحم ستوصم يعني على جانب والآن يتحمل الجانب الأمريكي يعني المسؤولية الأكبر راه في مسألة الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة إذن أنا الرأي للحل الوحيد هو ما قالوا أبو عبيدة إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والإصابات على درجة أن نمخليهم معناها بدون إنجازات والقتل المستمر يوميا إلى أن معناها شعبهم المختصب هو لوقف الحرب لأنه شني نتيجة قالوا أنا عجبني جنرال لك اللي حكيت لك عليه جاوب نتنياهو قالوا أنت خمسة مرات دخلت غزة محاربا وقلت بيش نشتذ حماس شنو الفرق مرة هذه أنت خمسة مرات لم تتمكن من اشتذات حماس ماذا تغير وقت حماس أقوى وقال له كلمة خطيرة قال له يا نتنياهو كل مرة دخلت محاولا اشتذات حماس إلا ورجعت أقوى يعني قالوا أنا ما نستغربش أني توا لما تنسحبه بيش ترجع حماس أقوى بكثير مما كانت وهذا ما سيقع وهذا ما سيقع خمسة مرات زادت قوتها وزادت تدريبها وزادت معناها عنفوانا وقدرة على القتال وكل مرة فهمتني يمكن المرة الجاية والي قدري مش نشتاحه إسرائيل كله نزه نخذوها بالطبع لأنه هذه نتيجة حتمية لتطور حماس والمقاومة الباسلة في غزة تحدثنا عن العرب سيد العميد لكن هناك الكثيرون اليوم كذلك يتحدثون عن الضفة الغربية ويتحدثون عن ستين ألف شرطي حامل للسلاح في الأرض الفلسطينية يتحدثون عن فتح يتحدثون اليوم عن بعض الفصائل التي لم تدلوا بدلوها كما كان منتظرا رغم أنه في تصريحات أبو عبيدة لنسمعها أنا اللي سميت لي عمله عباس جريمة خلينا نذكروا شوي التاريخ تتذكر انتفاضة واحد واثنين شنو كان سلاح يعني الضفة سلاح الشباف حجارة وجعلوا العالم كله يتحدثوا عنهم وعن يعني قدرتهم على مقارعة جنود مسلحين وهما معنى بالحجارة الانتفاضة ثورة سماح بالله وكان ستين ألف من فتح بقوم سلحين وموجودين في المخيمات في الضفة ماذا كان يحدث راو ستين ألف نتكلموا على ضعف عديد المقاومة بس لا في معناها في غزة ماذا كان يصير للكيان الصهيوني يعني كان يتخبط ما بين قوتين وكان ستوقع فيها بلبلة وسيدخل في دوامة لن يخرج منها هذا المشكل علشان نعتبر سيد هذا مجرم لأنه التجين فتح وتحويلهم إلى شرطة تقمع شعبه بينما في نفس الوقت خمسمائة ألف مستوطن يقضمون أرضه وهو يتفرج أنا شفت له فيديو ما صدقتش ما سمعته قال له صحفي قال له لما لشكو مش تشكي هلا استطاع هلا واعتقالات قالوا نشكيهم من ربي أولا وللأمم المتحدة ثانيا ما هذا يا ترى هذا هذا غبي ما هذا ما هذا الرجل أنا لو صدق كيف ثمانية وثمانين عام المفروض في السن هذه يرجع الرب ويعني يعرف أنه سيقابل يعني يوم ما رب كريم وأنه يرجع العقل ويقابله معناها بوجه يعني نجب تقول فيها عمل أنجزه لفائد شعبه لكن إلى حد الآن ماذا فعل تقريبا قضى على الضفة ويعني ما بقي رأى من الضفة كان 9% رأى 9% رأى ما بقي من الضفة الغربية يملكه الفلسطينيون لا يتعدى 9% وهذه أعتبرها جريمة جريمة أولى تجين فتح جريمة الثانية أنه قبل أن تقضم معناها أرضه وهو يتفرج ووضع عن يده في يد نتنيهو يعني هذا ما عندي منقول عليها سيد هذا يعني لا بد من إزاحته ولا بد أن يعني يترك مكان لغيره ومن هو قادر على مقارعة الصهيوني الذي عقيدته واضحة ويعني هو إخراج الفلسطينيين الضفة إلى الأردن وإخراج يعني الغزاويين إلى مصر طبعا وننوه بأنه أحنا في كل هذا لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد لا أبدا ولكننا الآن في وضعية حرب وأحنا هنا في تونس وفي ديوانا فماذا بينا لو الكل يسيند والكل يقاوم مع غزة ومع ما يحصل في غزة ولو أنه سيد العميد اليوم